السلام عليكم البنات كديرين صحيحة ديالكم لاباس نتمنى تكونوا بخير اليوم نشارك معكم الكيراتين طبيعي للشعر بالنسبة للبنات لهم خشين بثاف الكيراتين نشارك معكم طبيعي عنده نتيجة من الاستعمال الاول كتلاحظوا الفرق ندوز نكتشفوا المكونات كان يحتاجوا علبة من الياغورت طبيعي مكون اول مكون اساسي مكون ثاني عندي بيضة كاملة مكون ثالث كان يحتاجوا ملعقتين من زبدة شية غزالة بزاف الشعر مكون الرابع كان يحتاجوا نصف كأس من ناشا مش ديال الدورة من ناشا ديال الأرز مكون الخامس اللي غادي نحتاجوا زيت جوز الهند كان يحتاجوا ملعقتين فقط هدو هم المكونات اللي كان يحتاجوا اللي صارحة روعة بزاف الشعر كيرطبون الشعر مفيدين بزاف الشعر طريقة التحضير كان خلط المكونات ديالي كاملين كان خلطهم مزيان مزيان حتى كان حصلوا على وحد القناع وحد الماسك اللي تكون يعني متجانس كان طبقوه على الشعر ديالنا من الجدور الى الاطراف بحال اللي كان ديروا الترطيبة انتو ما كتديروا هدو الكيراتين انتو ما كتجبتو الشعر ديالكم كان خليوه المدة لربعة تسواية وهو في الشعر ديالنا وكتغطيوه في حد الغيطاء بلاستيكي صافي ديك الساعة كتغسل في الشعر ديالكم وغادي تشوفي وحد الفرق من اول استعمال لان هدو الكيراتين روعة بزاف فهدوك المكونات اللي ممكن جمعوهم مع بعضياتهم كيرطبوه لنا شعر بو حد طريقة اللي غادي تجاربوها وغا تشوفوها وصفة زوينة نتمنى انكم تجاربوها وساهلة ومكوناتها طبيعيين مهم البنات كان هذا دول فيديو اليوم تمنى انكم تديروا هدو الكيراتين الطبيعي ويعجبكم متنسونيش بلايك وبالاشتراك ديالكم وتعليق ديالكم الى فيديو اخر مع السلامة